اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كابتل مواصن احنا وقفنا عند هيدوكوتي هيدوكوتي ليه محطات كتيرة جدا مع محسن صالح تتكلم ايه وتقولي ايه عن هيدوكوتي ناوستاذي وافضل مدرب عمل في مصر اكبر افضل مدرب عمل مش في الاهلي بس نعم في كل الاندية المصرية يعني هيدوكوتي ده يعني عبقرية في التدريبية شخصية قيادية والد محب لكل ابنائه طبعا ابدأ بسؤال سألته له انت ليه مشيت من نادي الاهلي ايوا قال لي لقيت مجموعة من ولادي كبره ولازم يبطلوا وانا ما اقدرش ابطلوا وانش قادر اقول لهم بطلوا اعيني فقلت انا امشي وخلي المسئولية دي للي يجي وراي يقدروا لكن انا ما اقدرش اقول لهم بطلوا يعني شوف الانسانية اللي في المدرب لا لا هيدوكوتي ده فاكري السورة ديت لو يعني لمسات كتيرة في الكرة المصرية نعم انت فاكر هو اول من حول التمرين من ثلاث مرات في الاسبوع ليه يوميا صح مظبوط هو اول من جعل التدريب مرتين في اليوم مرتين في الاسبوع صح هو اول من غير طريقة اللاعب من اربعة اثنين اربعة لاربعة ثلاثة ثلاثة لاربعة اثنين هو اول من اخترع وظيفة الديفنبر دي حقيقة هو اول من ادخل طريقة الزون ديفنس في الكرة المصرية والطريقة الدفاعية من نصف الملعب ثم التحول للهجوم هو اطور الكرة المصرية كلها بش نادي الآلي بس وبالتالي فكل الاندية كانت بتنقل الموضة اللي بيدخلها في نادي الآلي لما بيشوفوا فيه طرق بتتلاعب في الملعب هم بش عارفين ايه ده اللي بيحصل ده ده حاجة كويسة ان الاندية تقلت طبعا لان قلت حاجات كويسة انا كمدرب لما بلاقي فيه مدرب في نادي معين متميز انا بروح اتعلم منه اكيد اكيد بروح اتفرج منه فكل المدربين في الاندية الاخرى كانوا بيتعلموا من هيدوكوتي بيعمل ايه هو احتضنت بعد ما بطلت كورة اشتغلت معه لطول في التدريب ده كان شرطه ان ابطل كان شرطه لما لاني مصمم قال انا عندي شرط اساسي انك تيجي تشتغل مساعد معي ليه هو قال كده انا كنت ساعات اوام بعمليه الترجمة دي في الماني دي في جوكاريتا وش عارف ايه وكلام كنت دايما بسأله ليه ده ليه ده ليه ده ليه ده حس انه انا عندي حاجة اه بس هو كان عنده قبول من ناحيتك غير عادي عشان كده طلبك انت وبقى فيه سيخة بينك وبينك وصق فيه لدرجة انه انا مرة دقلت له اه اه فبقوله فيه خطأ في الكشف بتاع المباراة قال لي فيه خطأ قلت له فيه اه 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 شطة موجود ما كانش شطة في القيمة اه ما كانش بلعب ما كانش بلعب شطة خالص اول ما جاي شطة قاعد حوالي سنة كده ايو ايو بتفرق تدريب بس بتاعه فقلت له فيه شطة موجود قال لي ايو قلت له هو في القيمة قال لي في الحداشر فقلت له في الحداشر اه فأنت رايحة قلت له ليه طب انت مدتلوش في التمرين حاجة اه مش مهتم بيه قال لي ده عنده جلد عنده رشاقة عنده مرونة عنده شجاعة عنده بعض نظر في اتقاذ القرارات هو ملعبش اه هو ده اكتشف فيه الحاجات دي وهو لسه ملعبش كان مباراة ايه لله فقال لي مهاراته مش عالي مش هداف مش شويت مش هيدرز لكن فيه حاجات معينة احنا محتاجينها قلت له هتحتاجها فين يعني احنا رحين للعب لإسماعيلة قال لي في إسماعيلية فيه هناك لعيب أصمر لعيب دابو مهاري عالي جداً وهو أخطر واحد في الفريق قلت له دابو قال لي أيوه قال لي هو هينزل يلعب منتو من مع دابو هم هيخسروا دابو وإحنا هنخسر شطا يبقى إحنا المستفيدين يبقى إحنا دلوقتي عندنا الهداف وعندنا الشويت وعندنا مكسر نشحك يا حقيقة وكان بالفعل ونزلوا ماتشي الإسماعيلة لدرجة أنه كان أيامها أنت فاكرك الخطوط كانت بتتخطط بالجير أيوة مش بالبوية أيوة أيوة صح فهي شطا دابو يروح على الخط يروح مرقص شطا يلاقي شطا قدامه يروح مرقصه يروح يرقيقه زي العرائز يروح داخل برج ليه يروحوا وععين هما الاتنين على الخط يطلعوا بيد لا أنا فاكر الماتشي ده جير هما الاتنين تفكرتيني بحاجات والله يا حاجات خلص الماتشي جينا الماتشي اللي بعده فين شطا وكان نجم المباراة مرة أدي الرباعي بتاع مص الملعب جمال عبدالحظيم ومحسن وشطا والله أرحمه صفحة فالماتشي اللي بعده ملقيتش اسمه فدخلت للخواجه تاني قلتوني طمحات الشطة له قال لي عشان مفيش هناك بليميكر ولعيب عالي فانا عايز اللعيبة اللي عندي تكون مهرتها عالية مش اللي هي قطعتها والرشاقة والمرونة بعد كده لقينا ماتشي ازاي مالك لقيته محطول فين؟ أهل فاروق عفر فاروق عفر ده مش هيخلي فاروق عفر ينزل كوري بهم خسروا البليميكر وقد كان عمل ماتش رائع انتو سمعتوا الكلام ده قبل كده الكلام ده لأول مرة بيتقال على شاشة قناة النادي الأهلي كلام ما بيتقالش بأي حتة تانية برهينا فقط لغير أقول لك معلومة تانية كمان قول الماتشي التالت اللي لعبه في السنة دي ضد الاتحاد الاسكندري عشان الشيحة الاسكندري وقضع وقضع على فطورة ده بعد كده بدأ يديله خطوة بخطوة خطوة بخطوة ببص اليد شطة بتحط نمرة واحد أساس بالتقيم بقين احنا برا ماشي زمالك أربعة اتنين عمل كورة مفيش أي لعيب يقدر يعملها راح جهة الشمال وعمل أوفر بالشمال دي كنت متعاملها بالرأس وكملها طاق جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد ومختار عدة بعد كده بالتانية وعملها لي برده بقى بيجيب هدف عارف السخة جت وبدأ ياخد كلعيب أساسي وبالتالي اختراع اختراع عمل